أهلا بكم إلى عين على أوروبا وفات جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي أبيض بسبب مخالفة بسيطة في الولايات المتحدة الأمريكية تسببت ليس في أمريكا فقط بل هنا أيضا في أوروبا بصدمة كبيرة موجة احتجاجية اشتاحت مدن أوروبية وخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن مثل برلين ولندن وباريس يدعون إلى إنهاء التمييز العرقي والعنصرية خصوصا من قبل الشرطة وكذلك في فرنسا أشعلت وفاة الأمريكي من أصول أفريقية جدلا ساخنا حول قسوة جهاز الشرطة الفرنسية فالإحباط كبير لا سيما في أوساط عائلات مهاجرة احتجاجات يأمل كثيرون في أن تكون بمثابة صيحة إيقاظية يتبعها تغيير دائم نحو العدالة الاجتماعية في طريقها إلى مظاهرة أمل بنتونسي امرأة فرنسية من أصل مغربي تواجه عنف الشرطة منذ سنوات بعد أن قتل شقيقها أمين برصاص شرطية أمل سعيدة لأن الشرطة أيضا تتظاهر اليوم ضد العنصرية في فرنسا العدالة لأمين هكذا يهتفون شعرنا بالوحدة في هذا النظام الذي يقتل إخواننا فعندما يقتلون إخواننا يقتلون جزءا منا أمين مثال لمصير شاب من ضواحي باريس في سن المراهقة أضرم النار في مدرسة فحكم عليه بالسجن لستة أشهر في سن الشباب بقي أسير دوامة العنف سطو وسجن وفرار من السجن كان يجلس في هذا البار عندما تعقبته الشرطة قبل ثماني سنوات وعندما حاول الهرب في هذا الشارع أطلق شرطي النار عليه كنت متعلقة به وهو يستحق أن أدافع عنه ليس لأنه أخي فقط ولأنني أحبه بل لأن مصيره كان مأساويا تخلت أمل عن وظيفتها ودرست القانون وأسست منظمة ضد عنف الشرطة وفي المحكمة أثبتت أن الشرطية لم يطلق النار على شقيقها دفاعا عن النفس كما ادعى فحكم عليه بالسجن لخمس سنوات مع وقف التنفيذ وهذه ليست حالة فردية كما تقول ففي السنوات الأخيرة قتل العديد من المراهقين من عائلات مهاجرة موضوع شائك لا ترغب الشرطة الفرنسية في الحديث عنه عن الرغم من العديد من الاستفسارات تأخذنا أمل لمتابعة تصوير فيديو لمغنراب جول فنمين الذي سعادته كثيرا في الجوانب القانونية فهو كالعديدين هنا لديه تجارب سيئة مع جبروت الدولة كلمات غنيته هذه تدور حول العدالة وتحقيقها آخر مرة تم تفتيش بها فهنوني وشتموني الأمر لم يعد بسيطا أنا حقا سأنت لن أقبل دور الضحية بعد الآن أريد حل المشكلة يقول عالم الاجتماع ماتيو ريغوست إن العنف ضد السود والعرب ليست ظاهرة معزولة بل هي مشكلة هيكلية إن لون الجلد والتعريف اعتمادا على العرق منتشر في المجتمع الفرنسي ويسبب المعاناة لكثيرين عند البحث عن شقة أو عمل وفي التواصل مع الشرطة أو الرعاية الصحية أو في المدرسة والشارع اللعب بأوراق خسرة هذا هو ناصير من ياتون من المستعمرات الفرنسية السابقة فالشرطة لا تحترمهم مقارنة بالبيض كما تقول أمل وقد طورت مع منظمتها تطبيقا يمكن لشهود العيان من خلاله تصوير رجال الشرطة وتحمل الصور مباشرة وحفظها بشكل لا تتمكن فيه الشرطة من مصدرتها أو القيام بحذفها الشباب يقولون إنه لا فائدة من تقديم شكوى لأن الشرطة دائما على حق لكن العكس هو الصحيح علينا تقديم شكوى في كل مرة ونحن نرافق المتضررين أمل تتمنى اليوم أن تساهم المظاهرات في تغيير أشياء جوهرية في فرنسا وأن يحظى السود والعرب باحترام أكبر مستقبلا التمييز العرقي والعنصرية تعاني منهما في رومانيا أيضا الأقلية الغجرية بوتيرة يومية فالغجر في رومانيا يعيشون في أماكن مزرية مكتدة غير مراعية للنظافة تنقصها المرافق الصحية في ظروف تساعد على انتشار الأمراض المعدية بصورة سريعة وهو ما جعل رومانيين عديدين يتحاملون على الغجر ملقين بلوم تفشي جائحة كورونا الوبائية على هذه الأقلية العرقية هنا في أطراف مدينة تيرجو موريش يقتن غجر الروم فقط الشرطة تراقب الحياة السكني بدقة لأن السكان قد يتسببون بنشر الفيروس في المدينة بحسب المزاعم ماريا كوروك من العاملين في منظمة إغاثة وتوزع المواد الغذائية ثلاث مرات أسبوعيا لأفقر الفقراء الذين لا يتلقون دعما يذكر من الدولة أوصل الطعام لعائلاتك هل فهمت؟ الأطفال جياع حظر التجوال كان قاسيا فعلا ولم يتبقى لدينا أي طعام منذ بضعة أيام فقد سمح لنا بجمع خردات الحديد مجددا وتمكننا من شراء بعض الطعام لكن لدي تسعة أطفال وخمسة أحفاد ونضطر أحيانا لاختيار من سيحصل منهم على الطعام لقلة ما لدينا بيتر ساس وهو من الروم أيضا يساعد ماريا لتقرر أي عائلة لها الأولوية في الحصول على الطعام فالمساعدات الغذائية لا تكفي الجميع والجوع كان أحد المشاكل أثناء حظر التجوال في أحياء سكنية أخرى كان يسمح للناس بالخروج من منازلهم لكننا نجد أنفسنا متوقين بقوات من الجيش والشرطة تروي ماريا لن قصص أخرى عن التمييز الذي يتعرض له الروم إذ نشرت في الإنترنت قائمة بأسماء وعنوين المصابين بفيروس كورونا حقيقة أن تلك القائمة تضم أسماء تقليدية لغاجر الروم توحي بأنهم فقط من يصاب بالفيروس لكن هذا هراء وسلوك عنصري طبعا لا ندري إن كان النشر تلك القائمة سلوكا انتقاميا نفذه شخص ضد الروم أو أن الدوائر الرسمية هي المسؤولة عن نشرها ويبدو أن الدوائر الرسمية نسيت أن المسألة لا تتعلق بالفيروس فقط فمركبات جمع القمامة لا تأتي إلى هنا إلا نادرا ومستوى النظافة العامة بالغ السوء إنها مسؤولية البلدية كما على الأهالي بذل جهود أكبر لتحقيق ذلك لكن كم عدد حويات القمامة التي وضعتها البلدية هنا أربع حويات فقط ماريا لا تساعد الناس هنا فقط ففي تيركو موريش توجد مناطق سكنية أخرى للروم ماريا شهدت عيانا على شجار حدث بين السكان وشخص من الروم يسكن منذ بضعة أشهر في بناء مخصص لحويات القمامة تقضي حاجتك في حويات القمامة رائحة الأمونيا تملأ المكان انظري من حولك يا سيدتي هذا ليس صحيحا الأمور التي تجري هنا لا تطاق لم أعد قادرة على التحمل فأنا أسكن في الجوار تتشاجرون مساء وتقلقون نومنا نتصل بشرطة تكرارا الوضع كارثي لا أعرف سبب تحاملك علي الحمد لله أني غير مصاب بكورونا أرغب بالحصول على وظيفة لكني لم أنجح في مسعي حتى الآن بات تعامل السكان مع الرومة أشد قصوة منذ تفشي فيروس كورونا يبحث الناس عن كبش فداء لم يعودوا متسامحين مع أشياء كانوا يقبلون وجودها قبل أزمة كورونا الرومة أيضا باتوا متوتري الأعصاب فقد حدثت في الأسبوع الماضية شجارات عديدة لأفراد منهم مع الشرطة حيث اصطدمت قوات الشرطة مع رومة عائدين من الخارج بسبب أزمة كورونا لكنهم لا يلتزمون بحظر التجوال هذه الصور شهدت في كل أنحاء البلد وهي سبب يؤجج مزيدا من الغضب إزاء الرومة الفقر عامل آخر يجعل الوضع أكثر سوءا تحاول ماريا كراك أن تقدم المساعدة للأمهات أولا وهناك نقص في الحفظات هل لديك ربما حفظات لطفل في شهر الثامن؟ لدي عشرين قطعة كانت هذه محطة ماريا الأخيرة ولم يعد لديها ما توزعه مؤسستها تعتمد على التبرعات لكنها قلت كثيرا مؤخرا ماريا تنشط في تقديم المساعدة للرومة لكن أزمة كورونا أضافت أعباء أشد وطأة على ما تواجهه أقلية الرومة من سعاب القيود على السفر بسبب الجائحة الفيروسية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمران يجعلان من استقدام العمال الأجانب من أجل المساعدة في موسم الحصاد من الأمور البالغة الصعوبة ليبقى السؤال إذن من سيحصد الحقول البريطانية؟ وهي الحكومة البريطانية توجه لشعبها مناشدة مفادها أحصد من أجل بريطانيا الأراضي الزراعية فكرة تبدو جيدة من الناحية النظرية ولكنها على أرض الواقع بالنسبة للمزارعين البريطانيين ليست بتلك السهولة في الحالة الاعتيادية تجمع ألمانيا بفرنسا صداقة عميقة وحدود مفتوحة ولكن مع بداية وباء كورونا تم إغلاق الحدود الألمانية الفرنسية بصورة فجائية منعا لتفشي الجائحة وها هي الحياة الصارت بعد فتح الحدود تعود إلى طبيعتها بوتيرة تدريجية بعد الكثير من الحذر والحياطة فرنس يوسف فريس يعمل بجد في متحف الجمارك في هاب كرشن فضابط الجمارك المتقاعد تطوع لرعاية المعرض في المبنى الحدودي القطيم للحدود الألمانية الفرنسية هنا رمزية تاريخية والمتحف رمز حسن الجوار لكن أزمة كورونا تسببت بحداث شرخ في الصداقات العابرة للحدود ينتابني شعور بل أرى أن الألماني قلقون في التعامل مع الفرنسيين بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في فرنسا ولم أكن لأتصور أبدا أن هذا الشكل من التعامل سيحدث ثانية تعرض الفرنسيون للشتائم وللاجتباه بهم في نشر الفيروس عندما تم إغلاق الحدود في مارس عند هذا الجسر مثلا أعلنت السلطات الألمانية المنطقة الفرنسية المجاورة منطقة خطر ولم يسمح سوى للذين يعملون في الجانب الآخر بعبور الحدود خطوة يتفاهمها فرانس يوزف فريس ما الذي كان بالإمكان فعله؟ فالفيروس لا يتوقف عند أي حدود في العالم والناس الذين يعبرون من هنا قد ينشرون الفيروس موقف صادم للفرنسي جيغوم لومان الذي يسافر للعمل في ألمانيا إذ أغلقت الحدود بوجهه من دون سابق إنتار لكن سمح له بالعبور لاحقا بينما رأى فيه بعض الألمان خطرا عليهم عندما تسمعوا الآن بأنه غير مرغوب بكم فهذا مؤلم لماذا؟ الذنب ليس ذنبنا الجميع يعلم أنه أتى من الصين وكان يمكن أن يأكل الزملاء الألمان الفيروس لكن بغض النظر فالذنب ليس ذنبنا وهذا يؤلمني جدا رئيس بلدية جارس هايم الحدودية من أصول فرنسية كما يبدو من اسمه ميشايل كليفو قرأ تقارير المسافرين عبر الحدود القادمين من فرنسا الذين تعرضوا للإهانة ووصفوا بالفرنسيين الحقرين وطلب منهم العودة إلى بلادهم تحديدا في ولاية زارلاند المجاورة لفرنسا تخدع الصداقة الفرنسية الألمانية لاختبار صعب لقد أظهرت هذه الأزمة في الواقع أن علاقات الصداقة ليست متينة كما كنا نتصور ونرغب وأعتقد أن علينا الآن القيام بعمل شيء من أجل استعادة الشعور بأن بناء الشراكة مهم جدا لأوروبا على الأقل بين السكان المحليين ميشيل كليفو انتقد علنية سلوك سكان زارلاند والآن يتعرض هو للنقد اتهمت بنشر أخبار كذبة هنا لأن الكثيرين لا يريدون سماع الحقيقة لكن من المهم أن نقول بصوت عالي وبقوة إن لدينا مشكلة هنا والآن بعد فتح الحدود من جديد يريد الألماني أن يكون قدوة وصباقا لزيارة نظيره الفرنسي في ريملينج المجاورة أريك هامارت عانى من أزمة الصداقة على الجانب الفرنسي ويخشى أن تتسبب ردود فعل الألمان بترك أثر سلبي هذا الوضع خلق مناخا من عدم الثقة بشكل ما وأعادنا للتاريخ القديم ما أدى لفتح الباب أمام التطرف مرة أخرى يشهد نصب ريملينج التذكري على تاريخ منطقة حدودية تم التنازع عليها واحتدت فيها الحروب بين البلدين رؤساء البلديات من الجانبين حذروا الساسة بعد أن تفاقمت الأزمة بسبب التصريحات غير المسؤولة الخطب السياسي يؤثر أيضا على تصرفات الناس وعلى تعاملهم مع الخوف في هذه الأيام وإذا استمر النقاش لأسابيع حول كيفية حماية سكان زعلاند من الفرنسيين سيبدأ الناس بالتفكير في الأمر جديا وربما سيتصرفون بأشكال غير لائقة لذا عاد المعنى الخاص لللوحة القديمة لجسر الصداقة الأوروبية في هاب كيرشن وفرانس يوزف فريس ضابط الجمارك السابق يريد إعادتها إلى مكانها الصداقة المتينة والمثالية بين ألمانيا وفرنسا والتي نمت على مدى عقود لا يمكن كسرها بمثل هذا الهراء إن لهذا ضررا دائما لذلك لا يمكنني تصور حدث شرخ بين البلدين على الإطلاقة على أي حال سيجد حصار كورونا مكانه في متحف فرانس يوزف فريس الصغير كجزء جديد من تاريخ الحدود الفرنسية الألمانية وإلى قصتنا الختامية في الماضي شهدت العلاقات الألمانية البولندية الكثير من التوتر والقطيع والعداوة اللدودة وخصوصا في الحرب العالمية الثانية أحد المسنين الألمان ما زال يتذكر تلك الحكبة المريرة لكن الحال تغير اليوم بعد عقود زمنية مديدة وهو هذا الألماني البالغ من العمر أكثر من مئة سنة صار يعيش في بولندا منذ سنوات عديدة وتربطه مع بولنديين علاقة صداقة أشبه بالأسرية رغم لحظات الحروب والأوبئة تبقى فصحة الأمل واسعة ختاموا عين على أوروبا شاركوني على فيسبوك تعليقاتكم حول هذه الحلقة نتمنى لكم دوام الصحة ولكم مني ومن طاقم العمل أطيبة تحية ترجمة نانسي قنقر